الخبر الأول الذي حدث عن الصدمة التي صارت فيها الحبيب والذي هو التقالي الهوالتقاء الناري الذي صار بين نورمار وحبيبتي السابقة اليسا مليعرف يا حبيبب إنه نورمار بالسابقة كان عنده حبيبه وانتشرهم هواية التيك تكات وفيديوهاته لبعض مثب ما شافين هو وبحبيته فهذا حبيبتي يا حبيب كانت اسمه ليسا وكان يصورون ويبعض ولكن بعدها تركوا ولكن الصدمة اليوم نزلوا شفية استوريات أو تسربت لهم شفية استوريات انه كانوا ملتقينوا ايا بعض بعدين نورمار لمنزل السوريات انه هو ملتقوا ايا هذه البناء يا حبايب اللي اسمها ليسا مثلما شايفين هذا النورمار وهي وياهم بالسيارة طبعا الأغلب من صدم الموضوع سواء كمتابين فالي اعترى هم رجعوا لبعض او لا مادر الصراحة لكم يكتبوا للكومنتات شون توقعاتكم الموضوع ومن نسبة باريش داد يا حبايب فهو ردع الموضوع عن طريق انه شال فولو عن ليسا نوعا ما هو يوضح انه اي شخص سيتعامل وين نورمار من طرفها لانه مجرد مساوي لها فولو رح يقوفها فاكتبوا لكم التال شاركوا بحركة باريش دادا هل تشوفوها صح او غلط بالنسبة ليساولوني شنورت قمر الطايب فواخيرا اني يا حبايب ظهرت بعد ما صار لها اليوم غايبة مجرد نزلت هذا التيك توك اللي توضح بي انه الشباب مريضين نوع الشباب اللي يخلي انه البنية ما يصير تشتغل مجرد انه هي ابنية وصفتهم انهما مريضين ما ادري صراحة اذا تقصد نورمار من ناحية ثاني من ناحية الحب ولكني شبهت الموضوع بهذا الموضوع ما ادري صراحة ما اتوقع عليك كل ان هذا بولي نزلته كتبنا بالكومنتات يا حبايب شاركوا من الموضوع وبس لانها وصلت المقطع اتمنى المقطع اجاوكم لنسونا التجارة وذا ما طب اللي اكاتو بس مع السلامة